بمقر الأمم المتحدة افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أشغال دورتها الرابعة والسبعين وعلى جدول أعمالها قضايا ذات أهمية قصوى رئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي كلمته أمام الجمعية العامة توعد بتشديد العقوبات ضد طهران طالما أنها لم تغير سلوكها في الشرق الأوساط معتبرا أنه لا يمكن للحكومات المسؤولة دعم تعطش إيران للدماء وفق تعبيرها الموضوع ذاته كان حاضرا في كلمة الرئيس الفرنسي أمانويل مكرون الذي دعا كلا من الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات تجنبا لنشوب صراع أوسع في المنطقة قبل ترامب ومبكرون تترق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته للقضايا الدولية الراهنة داعيا إلى الحفاظ على نظام عالمي متعدد الأقطاب يحترم القانون الدولي ويتمتع بمؤسسات قوية تفاصيل كلمة جوتيريش نتابعها مع مراسلنا عبد الحميد سيام من نيويورك اختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة إلى فتح نقاش تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال تأكيد الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل كما أكد السيسي خلال كلمته ضرورة رفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب نظرا للتحول الإيجابي الذي حصل مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهته وجهت انتقادات شديدة لإسرائيل أما الملك عبد الله الثاني فقد خصص خطابه بشكل أساسي على موضوع القضية الفلسطينية وفشل المجتمع الدولي في حلها وقال إن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط يتطلب الوصول إلى سلام عادل ودائم من خلال تحقيق حل الدولتين حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة عبد الحميد الصيام الأمم المتحدة